السلام عليكم النهاردة هعمل الإكلير تقريباً ده أكتر صنف حلو مفضل بالنسبة لي ويمكن لنا كلنا كمان الفيديو ده غني معلومات مختلفة وجديدة شوية تكات بسيطة لكن قادر إن هي تديكم إكلير صح يبقى مقرمش من بره بقى قلل نسبة تشاؤقات مفرغ ومنفوخ من جوة جداً كمان بدون ما يهبط حتى بعد ساعات من خروجه من الفرن وبدون مبالغة هتجروا الإكلير كما لم تجربوا من قبل إذا بتقابلكوا أي مشكلة في الإكلير معجن من جوة ما بينتفخش صح أي حاجة فيه فهتلاقوا الإجابة بتاعتها في الفيديو ده المقادير بالكوب وبالجرام هسيبها في صندوق الوصف تحت الفيديو كمان هكتب ليكم كم ملحوظة أتمنى تقروها قبل ما تنفزوا الوصف إذا عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك ويلا بينا نبدأ أول حاجة عندي هنا أربع حبات كبيرة من البيت بوزن 230 جرام خفقتهم كويس جدا مع بعض وهسيبهم على جنب الإكلير الصحي بيتحضر بمزيج بين الميا والحليب ممكن نشتغل بميا بس لكن الأفضل والنتيجة الحلوة جدا لما نعمل ماكس بين الاتنين بنسب متساوية ضفت هنا 125 ملي من الميا بيعدلوا تقريبا 125 جرام وضفت عليهم 125 ملي من الحليب بيعدلوا كمان 125 جرام يعني وزن الحليب بيكون نفس وزن الميا كقعدة عامة ضفت كمان معلقة صغيرة من السكر بتعادل 7 جرام وعليهم ضفت نص معلقة صغيرة ممسوحة من الملح والملح مكون أساسي بيزبط الطعم جدا في الخطوة دي بنقلب كويس قوي وبنحاول نوعا ما من السكر والملح يدوبوا قبل ما نضيف الزبدة أو نشتغل على النار عندي هنا نص كوبية من الزبدة الزبدة بتاعتي غير مملحة ويفضل جدا أن نسبة الحليب فيها ما تقلش عن 84% والأهم من كل ده أن الزبدة تكون طرية بحرارة الغرفة تقطعوهم كعبات صغيرة زي دي أو أصغر كمان بضيف الزبدة بعدين باخد الخليط وبرفعه على ناره وسط وقلب كويس مهمة قوي في الخطوة دي حاجتيني نجحوا معاكم الإكلير من أول مرة أول حاجة نتأكد أن السكر والملح دابه مش مترسبين تحت لو السكر والملح ما دابوش ده هيسبب تشقوقات كبيرة في الإكلير الحاجة الثانية بقى أن الزبدة تبقى طرية ومتقطع مكعبات صغيرة كده علشان تدوب بسرعة قبل ما الخليط يوصل لمرحلة الغليان لو الماء والحليب بوصلوا لمرحلة الغليان والزبدة زي ما هي لسه ما دابتش فده مش هيناجح الوصف معاكم تماما الزبدة دابت وتأكدت كمان أن الملح والسكر دابوا والخليط وصل لمرحلة الغليان بشيل التوصى بتاعتي من على النار وباخدها على جنب وعلى طول وبدون أي انتظار بنضيف الدقيق دفعة واحدة الدقيق يكون منخول قبلها يعني ما ننخولش الدقيق هنا ما نجيبش المصفى وندخل الدقيق على الخليط ده غلط الدقيق بنخوله قبلها وبجهزه وبضيفه على دفعة واحدة أفضل دقيق للإكلير هو دقيق المخبوزات علشان يطلع مقرمش ومتماسك ومنتفخ معاكم وما يتراش بعد بوقت بنقلب الدقيق بعيدا عن النار لحد ما يلم معانا كده ويقلب بشكل عجينة التقليب بالمضرب في المرحلة دي مش هينفع فبنسيب المضرب على جنب وبنجيب معلقة خشب أو سباتيولة قوية باخد الطاصة تاني على نار متوسطة مع التقليب بطريقة دي لمدة لا تتجاوز الثلاث دقايق احنا هنا بنبخر أي سوايل زيادة جوه العجينة لو بتشتغلوا في طاصة أو حلة ستانلس فيكون عندكم طبقة زي دي كده تحت زي اللي تكونت عندي هنا بالزبط فلو بتشتغلوا في طفال أو حاجة غير قابلة لللصق وما تستغربوش ان الطبقة دي ما ظهرتش عندكم على طول وبدون انتظار بشيل العجينة من الطاصة على طبق واسع وبفرتها كويس لو سبنا العجينة في الطاصة فالعجينة هتتعرض لحرارة لان الطاصة بتاعتنا سخنة والزبدة هتفصل منها وده غلط انقلوها طبق يكون جاف ونضيف ووسع هوريكم سريعا كده اختبار بسيط يعرفكم اذا كانت العجينة نضجت وللسه محتاجة تقليب كمان على النار بنعمل حاجة اسمها اختبار المعلقة بنجيب سباتيولا او معلقة وبنضغط كده في العجينة لو العجينة فضلت محتفظة بالرسمة دي يبقى نضجت تمام ولو الرسمة اختفت معانا على طول يبقى العجينة لسه فيها نسبة سويل كتير وما اتبخرتش على النار كويس الاختبار ده ممكن تعملوه في الطاصة وانتو بتشتغلو علشان تعرفو اذا كانت العجينة لسه محتاجة وقت كمان او لا عموما 3 دقائق على نار ووسط هيكونوا كافلين ان العجينة تكون نضجت كويس جدا بغطيها وبسيبها على جنب تبرد لمدة 5 دقائق ولو هنكمل تبريد في العجين او هنشتغل يدوي فبنسيبها تبرد تماما انا كملت تبريد في العجين وبنستخدم القتاشمانت اللي هي شكل الكف اهم حاجة في الخطوة دي تتأكدوا انكم شغالين على سرعة هادية ببرد على مرتين ليه لان اقصى مدل تبريد العجين في العجين هي 3 دقائق ولازم نضيف البيض يعني لو العجينة اخدت اكتر من 3 دقائق تبريد في العجين ده مش صح فبفرتها في طبق الاول شوية انها تبرد وتهدى شوية بعدين بخدها على العجين تكمل تبريد يعني اختصارا للوقت اول ما العجينة تبرد هعلي سرعة الخفق للوسط وبعدين هضيف البيض المخفوق بالتدريج كده كمان تقدروا اضيفه فاناليا اذا حبين لو ضفنا البيض على العجينة وهي سخنة طعم البيض هيبقى ملحوظ جدا في الاكل فلازم ننتظر ان هي تبرد كقعدة عامة وزن البيض لازم يكون نفس وزن السويل يعني لو استخدمنا 250 جرام سويل اللي هما الميا والحليب فلازم نستخدم قصاتهم 250 جرام بيت لكن مؤخرا القعدة دي تغيرت شوية بنقلل من كمية البيض او من وزن البيض تقريبا من 20 ل 25 جرام عن وزن السويل وده اللي انا عملته هنا استخدمت السويل 250 جرام اللي هما الميا والحليب واستخدمت 230 جرام من البيض يعني اقل تقريبا بعشرين جرام كمان نقدر نعمل نفس الخطوات بدون عجان هنحتاج بس معلقة خشب تكون قوية ونقلب كويس لحد ما يبقى عندنا عجينة زي دي بالظبط لازم العجينة بتاعتكو لو بتشتغلوا يده ويمنجر عجان تكون نعمة بدون اي كالكاعة تماما وما تلاحظوش فيها اي قصر للبيض او اي لون حتى بنعمل اختبار بسيط او اسم اختبار الفي يعني علشان نعرف اذا كانت العجينة بتاعتنا قوامها مظبوط او لا لو بالعجان فلما بنرفع القتات شمانت بتاعت التقليب بيبقى عندنا العجينة بشكل حرف الفي من تحت كده ممكن الحرف يكون ظاهر في الاسباتيولا اصغر من الظاهر قدامكو ده كمان برضو هتبقى مظبوطة معاكم نيجي بقى للتابس المفضلة عندي في الاكلير اول واحدة وتقريبا اكتر واحدة بشتغل بيها الاكلير دايما هي الفرانش ستار ده بيبقى شكلها بتديني نتيجة مظبوطة جدا زي الجاهز بالظبط تاني واحدة اللي هي التاب بتاعت بلح الشام برضو كويسة نوعا ما وفيه كمان التاب اللي هي مفتوحة بتبقى بشكل دايرة بتنفع كمان في الاكلير لكن بفضلها اكتر في البروفيت رول يعني بتديني شكل اصبط شوي انا هشتعل بالفرانش ستار بيزبطها على مقاس البايبينج باج وبقصها وبحطها كده كتير منكم سألوني ازاي بحط التاب جوه البايبينج باج الموضوع سهلي جدا نصيحة كمان مهمة قوي وتقريبا يعني من احد اهم اسباب نجاح الاكلير معاكم هي طريقة وضع العجينة جوه كيس الحلواني او البايبينج باج ان انا نضيف العجينة بدون ما ندخل هوى يعني ننزل العجينة على بعضها بدون فراغات هوى كتير اولا ده هيداقكم جدا في التشكيل وكمان هيخلي الاكلير يشقق قوي من فوق حتى لو كانت العجينة بتاعتكم مظبوطة قوي بل ما الكيس كده وبقفله كويس وبخرج منه شوية عجينة علشان اتأكد ان ما فيش فيه اي هوا افضل حاجة للاكلير هي مفارش الخبز بالنسبة لي احلى كتير من ورق الزبدة انا بدخ العجينة بصمك واحد وقطع الجزء بقى اللي بيبقى طاير في الهوا فوق ده فسهل نزبطه جدا بشوية مية نحط ايدينا فيها كده ونضغط عليه هيزبط معاكم على طول لحظة انا بشكل ان الضخ كله بصمك واحد يعني مش جزء عريض وجزء رفيع كمان ايدي لفوق والتاب او الاسنان بتاعت التاب اللي هي الفرنش ستار بتدخل جوه العجينة يعني بتقسم العجينة من جوه وبتضيع اي فراغات هوا على قد ما تقدر الاكلير اللي هو شكله بيبقى حلو مريح للعين طوله ما بيزدش عن 12 سنتي ومش اقل كمان من 12 سنتي ممكن بالنظر كده لو متعودين انكم تعملوا الطول ده او ممكن تستخدموا مصطرة جنبكو علشان تعرفوا الطول بتاعكم مناسب ولا لأ لما نشكل الاكلير في الصينية نرسم كده بميل يعني نشكل بميل مايبقاش مستقيم جنب بعضه دي اكتر حاجة بتخلي التسوية مظبوطة جدا ممكن كمان تستخدموا مفارش مخصصة الاكلير بيبقى عليها الرسمة بتاعة الاكلير وكل اللي بتعملوه انكم بتمشوا عليها علشان يطلع كله بصمك وكوام واحد تركة مهمة علشان نعمل اكلير باقل النسبة التشقق بنجيب عود خشب او خلة اسنان وبنضيع كده اي فقاعات على الوش يعني اي حاجة على سطح الاكلير فيها فقاعة هوى بنضيعها بالطريقة دي هي صحي الرسمة هتضيع معانا شوية لكن على اقل هيطلع معانا باقل النسبة التشققات واساسي تعملوا الخطوة دي في الاخر خالص وقبل ما ندخل اكلير الفرن بنرفع المفرج بتاع الخبز كده ونحط معلقتين كبار من الميا الخطوة دي اجباري مش اختياري وهتفرق معاكم جدا جدا في التسوية يعني اشهر محلات الحلويات في العالم كله بيطبقوا الخطوة دي على الوش في بيروش زبدة وفي بيروش مية وفي بيروش سكر انا بحب روش مية بس فقبل ما تدخل الفرن بديها رشة مية بسيطة كده بتحط المية في بخاخ وبترشه ببساطة كده نيجي الاهم حاجة وهي التسوية شوفوا يا جماعة الافران بتختلف القعدة العامة اننا نغبز الاكلير على حرارة مرتفعة بعدين نهدي النار لكن يعني عن تجربة ده بينفع بس مع الافران المتخصصة زي بتاعة المخيبز لكن الافران بتاعتنا العادية في البيت بيبقى فيها مشكلة في النقل بين درجات الحرارة علشان كده افضل تسوية الاكلير هي تثبيت الحرارة انا بثبت الحرارة على درجة مية خمسة وسبعين بستخدم الرف اللي في النص بتاخد معايا بالضبط 45 دقيقة مش اكتر ولا اقل من كده اوقات لما بحبه محمص شوية بسيبه خمس دقيقة كمان يعني في حدود الخمسين دقيقة نصبط للمية خمسة وسبعين ازاي؟ يعني قبل ما المؤشر يجي على تمانين هو ده المية خمسة وسبعين بخرجه على طول من الفرن بدون اي انتظار وبيبقى حلو كده وبقل نسبة تشاقق يعني تكاد تكون لا تذكر شوفوا الاكلير يعني فات كده في نفسه ومنتفخ صح مش عالي من جهة ومفلطح من جهة يعني امور قوي تحت بقى مقرمش ويجنن جدا من جوه كمان طاري وعلشان الاكلير ميبقاش معجن معاكم من جوه علشان كتير بيشتكوا ان الاكلير بيبقى معجن معاهم على طول افتحوا اول ما يطلع من الفرن من تحت بنجيب شوبستيك او سكينة وبنفتح الاكلير من تحت كده يدوب بس فتحتين واحدة فوق والتانية تحت الاكلير مفرغ من جوه فمش محتاج فتحات كتير ده هيساعد ان البخاري اللي جوه يطلع والقلب يجف بسرعة مايبقاش معجن انا هفتح ليكم واحدة كده من النص علشان تشوفوا يعني قدقين فرغة من جوه بعد ما تفتحوا الكمية كلها رسوها كده الوش التحت والقعدة الفوق علشان يجف من جوه بسرعة حاجة كمان بعملها دايما لما بخرج الاكلير من الفرن يعني ما بنقلوش في مكان درجة حرطه مختلفة يعني بحطه في الرف اللي فوق الفرن مثلا جنب الفرن المكان اللي حوالي الفرن عموما بيبقى دافي شوية فده يخلي النتيجة احسن معاكم الاكلير زي ما هو كده بعد ما فتحناه ممكن نحشيه على طول او ممكن نحتفظ به في اكياس حفظ ونخرج منه اي هوا ويقعد معنا في الفريزر ويبقى جاهز اننا نخرجه ونحشيه على طول هو ليه حشوات كتير جدا ومختلفة وممكن يعني نقلب فيها زي ما نحب بس الوصفة دي انا حاب بقدمها كلاسيك دي اكتر طبق اعميق ضفت فيه خمس معالق كبيرة من السكر بيعدلوا 75 جروم ضفت كمان خمس معالق كبيرة ممسوحة من النشا بيعدلوا 35 جروم علاقة النشا اللي بستخدمها 7 جروم ضفت كمان اربع من صفار البيض بيعدلوا 60 جروم ونقلب لحد ما يبقى عندنا خليط زي الكريمي كده علا النار ضفت 500 جروم من الحليب نص كيلو وضفت عليهم معلقة صغيرة من الفاناليا وهسيب الحليب علا النار يسخن لكن مايوصلش لمرحلة الغليان الشديدة يدوب كده الحروف بتاعة الحلة تعمل زي بابلز صغيرة كده ويتصاعد منه بخار يبقى كده تمام قوي باخد الحليب والفاناليا بعد ما سخنه كويس وبضيف شوية صغيرين على خليط صفار البيض والنشا وبقلب على طول مش عايزين البيض يتطبخ معانا باخد بقى الخليط ده وارجع اضيفه فوق الحليب وبعدين باخد الحليب وارفعه على النار وبقلب باستمرار بدون توقف لحد ما يعمل معايا صوت بكبكة اهو عيون كده زي ما انتوا شايفين وقتها بنطفي النار وبنشيله على طول باخد بقى الخليط ده على طول كده وهو ساخن وصفيه بمصفة في الاخر بغطيه براب والراب يكون ملامس للسطح كده ده الباستر كريم في صورته الاصلية انا بحبب الشوكولاتة اكتر فممكن نعمل نفس الخطوات اللي فاتت اللي هي الباستر كريم العادي وقبل خطوة التصفية على طول نضيف 150 جرام شوكولاتة انا بضيفهم على الخليط وهو ساخن وبقلب لحد ما الدوب بعدين باخدها وبصفيها زي ما عملت في الباستر كريم العادية وبيبقى عندي كريمة شوكولاتة تجنن كده كمان بغطيه براب والراب بيبقى ملامس للسطح كده وبعدين بسيبه يبرد تماما على جنب دلوقت احضر الجليز اللي هو الكلاسيكي اللي بنغطي بالإكلير في الغالب ممكن ندوب شوكولاتة كده عاديين خالص بدون اي اضافات ونغطي بهم الإكلير لكن انا بحب الإكلير يكون فيه لمعة شوية من فوق فهعمل ليكو وصفة جليز كده سريعة بمكونات من البيت لان وصفات الجليز الاصلية اغلب مكوناتها ما بتكونش متوفرة عندنا كلنا ضفت هنا كوب ورابع 250 جرام كريمة سيلة اللي هي خاصة بالحلويات وضفت عليها 3 معالق كبيرة من العسل الابيض بيعادلوا تقريبا 60 جرام في الاصل او الوصفة الاصلية بنضيف عسل جولوكوز لكن حبيت استخدم حاجة متوفرة عندنا كلنا وهي عسل النحل اللي بتهم مع بعض وعلى الميكرويف يسخنوا كويس اهم حاجة ما يوصلوش قوي لمرحلة الغليان الشديدة علشان الكريمة متفصلش او ممكن اذا حبيت نسخن الكريمة على النار خرجت الكريمة من الميكرويف بقت سخنة كفاية ضفت عليها 150 جرام من الشوكولاتة في وصفات الحلويات عموما باستخدم شوكولاتة داركة 40 او 50 في المية وبقلب كويس لحد ما الدوب انا هنا استنيت يهدى شوية وبعدين ضفت اربع معالق كبيرة من الزبدة الطرية بيعدلوا 60 جرام وبقلب كويس قوي حضروا الجليز قبل بوقت بيبقى سيل في الاول بعدين قوموا بيتقل شوية انا بسيبوا في الشتة برا يعني تقريبا ساعتين او ثلاثة ولو في الصيف ممكن ادخله التلاجة نصف ساعة قبل الاستخدام باستخدم تب صغيرة وبدخل حشوة كويس جوه لحد ما يتقل ويتملي معايا وفي الاخر بامسح ايه زيادة كده الشكل الكلاسيكي البسيط بالنسبالي والافضل هو الاكلير المضغطي بالشوكولاتة بس بامسك الاكلير كده في ايديا وبنزل بيا دوب في الشوكولاتة ضغطي السطح يعني مش بضغطي الاكلير كله ايديا بتبقى معدولة كده بعدين بسحبها بنفس الطريقة دي يعني بسحب ايديا لفوق في اتجاه واحد وبفضل من ثبتها ايدي علشان اي جليز زيادة ينزل لتحت بستاني خلص اي خيوط بتنزل منه وبعدين بمسح بايدي الدوران ده دي الطريقة الصح اللي ضغطوا بيها الاكلير انا بحب الاكلير يبقى لامع مش مجرد شوكولاتة دايدة ولما حطها على الاكلير تبرد ويبقى مطفي كده في الاخر بحب اللامع دي جدا ممكن ببساطة اكتر نضيف شوية سكر ملون كده اذا حابين او ممكن كمان وضيف خيوط شوكولاتة بيضة او يعني اي حاجة شوفوا الحشوة وازاي مفرغ من جوة والحشوة مالية كله شكل الاكلير كان مجسم من بره مظبوط جدا الاكلير بطول 12 سنتي بيبقى شكله مريح للعين يعني مش طغير ومكعبر كده ومش طويل زيادة عن اللزوم فشكله عمل زي التشورز او العصاية جربوه قبل ما تنفذوا الوصفة سمعوا الفيديو اكتر من مرة وكرروه علشان تسجلوا الملحوظات اللي قلتها بجد هتفرق معاكم جدا كلير طعموا يجنن هستنى رأيكم لما تجربوا وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت اتمنى من كل قلبينات تكون عجبتكم لو عجبكم الفيديو ده يا جماعة لا تنسوش تعملوا لايك اشوفكم على خير